هنا عايز اخر معك برضو كده زاوية انه شغلك كمخرج وبروديوسر منتج فني للأفلام الوثائقية ده اثر اظن وانت بتشتغل على الكتيبة مية واحد انه انت عندك القبعاتين قبعة مخرج الوثائقيات وعندك القبعة بتاعت راجل بيكتب ملحمة وبالتالي احداث كتير حقيقية مية في المية شخصيات كتير منها حقيقية مية في المية وشخصيات اخرى زي ما انت قلت هي مزيج من شخص كانت بالفعل موجودة بسي مزيج فما بين الواقع وما بين الحتة بتاعت الدراما اللي لازم يحطها الكاتب والمخرج وما الى ذلك وما بين الحاجات التي لا يجب حتى انه كان يطلع عليها يد ومش اكيد ما اطلعتش عليها ولا حتى المشاهدة هتطلع عليها لان في حاجة بتبقى كلاسيفايت زي ما بيتقان ده قد ايه فادك شغل الوثائقي فادك وانت بتشتغل على مية واحد طبعا طبعا كنت مستفيد جدا وانت تقدر تحس قد ايه الموضوع ممتع ان انت تطلع على معلومات يعني حد بيحب الافلام الوثائقية وبيع الافلام الوثائقية فكرة انه قصص لا هي قصص اكبر بكتير جدا وانا كنت مشغول بان انا اعرف اكتر حتى مش في اللي بيدور في اللي احنا في الزمن اللي احنا بنعمله اللي هو من اكتوبر 2014 لغصص 2016 اللي كنتم معرف من 2011 ل2020 لانه حاس ان كل الحاجات ممكن تبقى مرتبطة ببعض كمان يمكن فدني في حاجة ليه علاقة بفكرة انه انا كان من الصعوبة فكرة انك تكتب حوار لشخصيات حقيقية من الشهداء او من اهالي الشهداء او فانا كنت بدور على عشان اعرف الناس ممكن تقول ايه كنت بدور على التغطيات الاخبارية اللي اتعاملت مع اهالي الشهداء في لحظة استشهده فاشتغلت بعقلية الاستقصائي اه ان انا عايز اشوف زوجة الشهيد او والدة الشهيد لما في 2015 استشهد لما صوروا معاها كان ايه مشاعرها كانت بتقول ايه انت ممكن تقابلها دلوقتي بس فيه زمن وقتها حاجة تاسية في اللحظة دي طبعا عشان كده اقولك مثلا انه جملة من الجمل اللي كانت موجودة في المسلسل اللي بتقولها والدة العسكري بركات ويمكن العسكري بركات هو برضو مش شخصية حقيقية هو برضو قصص زيج بس انا اتفركت على لقاءات كتير مع امهات جنود من اللي ماتوا في سيناء صورت معاهم القنوات الاخبارية بعد الاستشهاد في جنازتهم لانه كنت عايز اشوف هي الام هتقول ايه في يوم زي ده فجملة زي انه ابني انا بحبه واخواته بيحبه والاهل البلد كلهم بيحبه التراب اللي بيمشي عليه كان بيحبه دي جملة قالتها ام شهيد انه ان هي كانت اكتر حاجة شغلاها انها تعرف انا ابني لما مات كان سلاحه في ايده ولا كان خايف دي امه دي امه امه اللي كانت مشغولة انها تعرف امه اللي كانت طول الوقت بتقول انا كنت طول الوقت بوصيه اوعى تبقى جبان اوعى تما تحقفش مع اصحابك اوعى تسيبهم وتجري اوعى تخاف فدي الام انت اعتقد انه اه انت كسدريست ممكن تقعد تفكر بس مش ممكن توصل بخيالك انك تقدم الصورة دي انت في الغالب هتخليها حزينة او او منكسرة او حتى بتقول قدر الله وما شاء فعل او الحمد لله بس انك توصل لما حاجة نكتشف انه امه نفسها هي اللي كانت بتقوله اوعى تبقى جبان اوعى تبقى خايف اوعى تفضحنا فيمكن استفدت من انا تفرقت على كل الحاجات يعني كل الحاجات اللي هي علاقة بالجزء بقى اللي هو مش رسمي او مش مش العملية نفسها او مش التغطية الاخبارية ولكن لقاءات مع الناس العاديين اللقاءات اللي مع الناس اللي من اهالي سينا في 2015 هما بيوصفوا اللي عاشوا اللحظات نفسها عشانشوفهم هما بيقولوا ايه الكهربا كنت بتقطع ولا المية مكادش بتوصل ولا كان ايه المشكلة طب هما بيوصفوا التكفريين بايه يعني الوصف بتاع على لسان الشهيدة مها اللي هي الستاذة وفاق عامر انه التكفريين او الارهابيين دول زي الجربوع الجربوع ده فار صغير كده ديله طويل فار صحراوي بيعيش في السحراء وهو معروف ان ما بيطلعش بالنهار بيحفر انفاء بيعيش فيها طول النهار وبيظهر بس في الليل ده تعبير قاله حد سيناوي على انه هما زي الجربوع احنا بيعيشوا في انفاء وما بيطلعوش غير في الليل يعني انت مستدرش تشوفه بالنهار لانه على طول مستخبي وعلى طول خايف فالفكرة دي كانت الحاجة اللي انا اشتغلت عليها اكتر ان انا ادور على مصادر زي ما بيقولوا كده المصادر الغير تاريخية او الغير رسمية للحصول على معلومات تاريخية صح انك تحاول انها تلاقيها عشان تقدر تحكي حكايات فتشوف تفاصيل صغيرة انه العسكري ابا نوب في صديق لي حكى انه هو قال انا مش عايز انزل اجازة في رمضان بس انا عايز انزل في الوقفة فنزله زميلي اجازة في رمضان بس انا هنزل انا في وقفة العيد فدي تفاصيل قالها صديق لي فحلو ان انت تخليها على لسانه خد بالزبط في مشهد من المشاهد فيمكن انا ده اللي بشوف ان انا استفدت وان انا عرفت ادور في حاجات مكانش الطبيعي ان انت تروح انك تدور فيها عشان تكتب مسلسطة زي ده